في الفيديوهات السابقة حكيت عن أساسيات مشاريع الموضة وحددت العناصر الخمسة الأساسية لكتابة خطة عمل ناشحة لمشاريع الأزياء إذا كنتم مستمرين معي، هيدا بدل على نواياكم الجيدة لبدء مشاريعكم الخاصة اسمحوا لي خمّن، باللحظة اللي فكرتوا فيها بإنشاء مشروعكم للموضة فكرتوا كمان إنه كيف بدكنوا تتمولوه شو هي الخيارات اللي ممكن مصلم الأزياء يتبعها مشان يمول مشروعه وشو هي المخاطر اللي ممكن تؤدي لها خسارة كل شي خلونا نحكي عن هالنقاط قبل كل شي لازم نفهم ألية عمل مشاريع الموضة وشو هي تجهيزاتها بكل موسم المصاريف رح تزيد والأرباح اللي ربحتها من المبيعات السابقة ما رح تكون كافية لتمويل النمو اللي بتطلبه مشاريعك بالموسم اللي بعده هون رح يكون عندك صغرة لازم تغطيها بالتمويل الإضافة بس، ورح تلاقي موارد لتغطي هالصغرة وشو هي أفضل خيارات الفردية لمشروع الموضة الخاصة فيك خاص فيك خلينا نشوف فيك تلجأ للمستثمرين وهيدا ممكن يزودك بالمصاري للسسمار مشروعك وهيك بتصير العملية لأشرح لكم كيف لما بتاخد مصاري من هالمستثمرين رح يصير مباشرة من أصحاب مشروعك وهيدا بيعني إنك رح تضطر تقسم القرارات والأرباح معهم إذا كان عندك خطة عمل معقولة لتمويل مشروعك من الأفضل إنك تختار المستثمر اللي ممكن يقدم لك الاتصالات والخبرة بالأعمال إضافة لأنواع تاني من النصايح اللي ممكن تساعدك بتنمية مشروعك هلأ، إذا كانت الفكرة صعبة عليك، ممكن تفكر إنه تاخد لونه من البونك ديون منا شغلة نيحة بس ببعض الأحيان هي الخيار الوحيد إذا أخدت لون لازم تسدد الأقصاد والفوائد بفترة معينة صحيح إنه لون بيوفر لك دعم مالي وإضافة بس لازم تعرف إنه مشروعك لازم يسددها كل شهر وبالنسبة لما عنده الخبرة بإدارة أمواله ممكن تسبب مشاكل ومصاريخ إضافية على مشروعه أنا بنصحك إنه ما تاخد لون بالمرحلة الأولى للشغلك ممكن تاخده لما تتطور أعمالك وهيك بتقلل من المخاطر الخسارة الشاملة في ميزة كبيرة للون إذا حبنا نقارنه مع الإصمارات تاني واللي هي إنه ما لازم تشارك حدب أعمالك عادةً اللي بتقدموا للون ما بيشاركوا حدب مشروعه وكله بيهمهم إنه ترجعهم المصاري بالإضافة للفايدة بالوقت المحدد لهيك أنا بنصحك تحط خطة مالية لمشروعك قبل ما تبلش لأنه الشيء له دوره مهم هو بيخليك تتجنب الإفليس صمح الله